بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله ولا إله إلا الله الله يا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين سيما مولانا بقية الله في العالمين عجل الله تعالى فرجه الشريف الكلام لا يزال في الأسماء الدائمة الإضافة يقول المصنف ابن مالك وضم بناء غيرا عدمتما له أضيف ناويا ما عدم كلمة غير هذه الكلمة هذا الاسم من الأسماء الدائمة الإضافة وهذا هو مقصود المصنف وإن لم يصرح ولكن يفهم من كلامه أنه جاء بذكر هذا الاسم في سياق الأسماء الدائمة الإضافة لم يذكر هذا الحكم أن هذا الاسم دائم الإضافة ولكن تكلم عن حالة البناء بالنسبة إلى هذه الكلمة كلمة غير هذا الاسم الذي يدل على مخالفة ما قبله لحقيقة ما بعده هذه الكلمة تدل على المغايرة تدل على المخالفة مخالفة ما قبله لحقيقة ما قبله والمخالفة إما أن تكون بالذات أو أن تكون بالصفة المخالفة قد تكون بالصفة مثلا جاء رجل غير الذي جاء في البداية هذا الرجل يخالف ذلك الرجل في الحقيقة يعني حقيقة ذاتا بتعبير أصح ذاتا يختلفان ذاتا وأيضا تقول خرج ورجع بغير الوجه الذي خرج به بغير الوجه الذي خرج به فهذه هنا مخالفة ولكن مخالفة في الصفة الصفة هنا اختلفت فهذا الاسم يدل على المخالفة والمغايرة بتعبير أوضح أن ما قبله يغاير ما بعده هذا الاسم إن جاء بعد ليس يعني قلنا مثلا قبضت عشرة ليس غيرها ليس غيرها المضاف إليه معلوم غيرها هذه ترجع إلى العشرة ترجع إلى العشرة يعني قبضت عشرة لم أقبض غير العشرة غيرها ليس غيرها بما أن المضاف إليه معلوم هنا من الممكن ومن الجائز أن نحذف الضمير المضاف إليه نقول ليس غيره غيره فهنا كلمة غير حذفنا من بعدها المضاف إليه ولكنه هذا المضاف إليه منوي معنى يعني مقدر في المعنى عندما نقول ليس غير قصدنا غير العشرة غير العشرة فإذن العشرة معنى العشرة منوي طيب طيب في هذه الحالة فيما إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه قدر معناه في هذه الصورة كلمة غير تبنى على الضم تبنى على الضم نقول ليس غير غير بالبناء على الضم بعض النحات اعتبر هذه الضم إعرابا وقال بأن هذه معربة ليس غير مثلا اسم ليس اسم ليس فلذا قد رفعت هذا ما يقوله بعض النحات ولكن المصنف تبعا لكثير من النحات اعتبر هذه الضمة بناء ففي هذه الحالة في هذه الحالة غير مبنية على الضم كما يقول المصنف يقول وضمم بناء وضمم بناء غير يعني كلمة غير اضممها ضمة بناء متى ان عدمت ما ان حذفت ما له اضيف يعني المضاف اليه ان حذفت المضاف اليه يعني الضمير مثلا في مثل هذا المثال حذفت المضاف اليه ولكن ناويا ما عدم ناويا ما عدم قد نويت المضاف اليه في المعنى ونؤكد نقول في المعنى لا في اللفظ حذفنا اللفظ ولا علاقة لنا باللفظ إنما ننوي معناه إنما ننوي معناه أحيانا سيأتي بعد قليل يحذف المضاف اليه وينوى لفظه ومعناه وأحيانا يحذف وينوى معناه فقط لا ينوى لفظه اللفظ اللفظ نحن حذفناه ولا علاقة لنا به من بعد إنما ننوي معناه إنما في هذه الحالة في هذه الحالة في صورة حذف المضاف اليه ونية معناه نية معناه في هذه الصورة يبنى المضاف يعني غير يبنى على الضم كما قال في البيت وضمم بناء غير إن عدمت ما له أضيف ناويا ما عدم طيب هذا بالنسبة إلى غير هناك كلمات وأسماء تشابه غير في هذا الحكم في هذا الحكم وهناك حالات أربع سيأتي ذكرها ولكن هذا الحكم الذي قلنا حذف المضاف إليه ونية معناه في هذه الصورة تبنى غير على الضم هناك هناك أسماء تشابهها بمعنى أن هذه الأسماء تشابه غير في دوام الإضافة وفي هذا الحكم وهذا يقول المصنف قبل كغير كلمة قبل كغير تشابه تشابه غير في دوام الإضافة وفي حذف المضاف إليه أحيانا ونية معناه قبلك غير إذن هذا واحد بعد حسب أول بعد حسب أول إذن هذه أسماء ثلاثة أيضا أصبحت أربعة إلى هنا بعد حسب أول حسب كلمة حسب أشربت معنا لا غير مثلا فحسب يقال أخذت عشرة فحسب فحسب هذه فحسب تعطي معنا لا غير أي وهذه هي دائمة الإضافة ولكن بهذا الحال يحذف المضاف إليه وينوى معناه فلذا يبنى على الضم حسب وأول ودون دون اسم وضع للمكان الأدنى من مكان المضاف إليه جلست دون مجلسه دون مجلسه دون زيد دون زيد المكان الذي هو أدنى من المكان الذي جلس فيه زيد مثلا هذا في البداية ولكن توسع المعنى فيما بعد فلذا تطلق هذه الكلمة على الأدنى من المكان وغيره الأدنى من المكان وغير المكان نعم ودون والجهات والجهات يعني أسماء الجهات أسماء الجهات فوق تحت أمام وراء يمين شمال هذه أسماء الجهات الست وعل كلمة عل كلمة عل أيضا لها هذا الحكم دوام الإرافة وحذف المضاف إليه ونية معناه وكلمة عل بمعنى فوق طيب إلى هنا عرفنا حكم غير وعرفنا حكم الأسماء المشابهة لغير بعد هذا يذكر حكما آخر يقول بأنه كلمة قبل وكلمة بعد أحيانا يحذف المضاف إليه بعدهما ويقطع النظر عنه لفظا ومعنا فيكون منصوبا بالتنوين فيقال قبلا ويقال بعدا هنا حذف المضاف إليه وقطع النظر عنه لفظا ومعنا فقيل قبلا وبعدا هنا أيها العزاء لا بأس أن نذكر الحالات المتعددة لقبل وبعد الحالة الحالة الأولى ذكر المضاف إليه ذكر المضاف إليه مثلا قبل الظهر بعد الظهر ففي هذه الحالة قبل وبعد معربان بإعراب النصب على الظرفية قبل الظهر بعد الظهر هذه الصورة الأولى الصورة الثانية حذف المضاف إليه لفظا ومعنا كما قلنا قبل قليل فنقول قبلا وبعدا الصورة الثالثة حذف المضاف إليه وتقديره في اللفظ والمعنى حذفنا المضاف إليه ولكن لا يزال هو في نيتنا بمعناه لا بلفظه وبمعناه مثلا قبل الظهر مثلا تقول قبل قبل حذفت تحذف كلمة الظهر تحذف كلمة الظهر ولكن هذه الكلمة هي في نيتك لفظا ومعنا فتقول قبل لا لا تعطي التنوين لماذا لأن المضاف إليه كأنه مذكور في حكم المذكور فأنت لرعاية المضاف إليه لا تأتي بالتنوين والكلمة معربة مثلا من قبل من قبل لا نقول من قبل الظهر نقول من قبلي كما جاء مثلا في قوله تعالى لله الأمر من قبلي ومن بعدي من قبلي يعني من قبل الغلب ومن بعد الغلب ففي هذه الصورة حذف المضاف إليه ولكنه في المعنى وفي اللفظ في نيتنا هو في نيتنا لفظا ومعنا فإذا هذه الصورة الثالثة الصورة الرابعة يحذف المضاف إليه وينوى معناه فقط ينوى معناه فقط لا ننوي لفظه نقطع النظر عن اللفظ ولكن معناه في النية ففي هذه الصورة تبنى قبل وبعد تبنى على الضم فنقول لله الأمر من قبل ومن بعد في هذه الصورة المضاف إليه محذوف ولكنه منوي معنا لا لفظا ففي هذه الصورة البناء على الضم هذه الحالات المتعددة الأربعة لقبل وبعد كما سيأتي في بيان الشارح البيت الأول قرأناه البيت الثاني نعيده قبلك غير قبلك غير بعد حسب أول ودون والجهات أيضا وعل وأعرب نصبا إذا ما نكرا قبلا وما من بعده قد ذكرا لا قبل فقط الكلمات التي ذكرت من بعد كلمة قبل كلمة بعد كلمة دون كلمة حسب أو الجهات الست فوقا تحتا يمينان شمالا أماما وهكذا هذه الأسماء المذكورة وهي غير وقبل وبعد وحسب وأول ودون والجهات الست وهي أمامك وخلفك وفوقك وتحتك ويمينك وشمالك هذه الجهات الست وعل كلمة عل لها أربعة أحوال كما قدمنا قبل قليل لها أربعة أحوال تبنى تبنى في حالة واحدة منها وتعرب في بقيتها يعني هذه الحالات الأربع في حالة واحدة هذه الأسماء حكمها البناء وفي الحالات الثلاث الباقية حكمها الإعراب فتعرب إذا أضيفت لفظا إذا كان المضاف إليه مذكورا في اللفظ ففي هذه الحالة هذه الأسماء معربة معربة وبيعراب النصب مثلا أصبت درهما لا غيره لا غيره فطبعا هنا غيره معطوف هذه لا عاطفة لا عاطفة غير معطوف على درهما درهما منصوب غيره يكون منصوبا لأنه تابع الصفة تابع النعت أصبت درهما لا غيره وجئت من قبل زيد من قبل زيد المضاف إليه مذكور زيد فقبل يكون معربا وهنا الإعراب بالجر لدخول من الجارة عليه فإذا هذه الحالة الأولى الحالة الثانية أو حذف المضاف إليه ونوي اللفظ حذفنا المضاف إليه ولكنه في نيتنا لفظا ومعنا طبعا إذا قلنا لفظا لابد أن يكون لفظا ومعنا لا معنى أن يكون اللفظه في النية دون معنى كقوله ومن قبل نادى كل مولا قرابة فما عطفت مولا عليه العواطف ومن قبل نادى يعني ومن قبل ذلك مثلا ومن قبل ذلك هذا ذلك المضاف إليه قد حذف ونوي لفظه نوي لفظه فكأنه مذكور فلذا كلمة قبل جاءت مكسورة ولكن بلا تنوين بلا تنوين رعاية للمضاف إليه المقدر وتبقى في هذه الحالة كالمضاف لفظا يعني هذه الأسماء تبقى في هذه الحالة الثانية كالمضاف لفظا فلا تنون لا تنون لأنه ممنوع الاسم المضاف ممنوع من التنوين لا يجتمعان الإضافة والتنوين المضاف طبعا لا نتكلم في المضاف إليه المضاف لا يجتمع يعني فيه حالتان الإضافة والتنوين إما الإضافة وإما التنوين وإما الألف واللام فلا تنون ومنه قراءة من قرأ لله الأمر من قبل ومن بعد من قبل ومن بعد بجر قبل وبعد وتنوينهما وكقوله فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميم أي الآن أصبح الشراب سائغا فساغ لي الشراب يعني الآن بعد أخذ الثار هذا قصده بعد أخذ الثار وبعد الانتقام الآن ساغ لي الشراب أصبح سائغا وكنت قبلا فيما مضى طبعا قصده قبل الثار قبل الثار قبل الانتقام ولكن هو حذف المضاف إليه ولا ينوي لفظه ولا معناه فيقول كنت قبلا كنت قبلا يعني فيما سبق فيما سبق كنت حتى الماء أغص به عندما أشرب الماء أغص به لأني كنت في الواقع أشعر بأن علي دينا لابد أن آخذه هكذا الذي يطلب الثار نعم في الواقع لا يستقر إذا كان هذا الأمر بحق كما تقول الآية بسم الله الرحمن الرحيم بل في الآية المباركة ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا أي فعلى هذا الأساس هو يقصد هذا المعنى طبعا إذا كان هذا على حق هذه هي الأحوال الثلاثة التي تعرب فيها ذكر لنا هنا الحالات الثلاثة التي تعرب فيها ذكر المضاف إليه حذف المضاف إليه ونية لفظه وحذف المضاف إليه وقطع النظر عنه لفظا ومعنا أما الحالة الرابعة التي تبنى فيها حالة البناء فهي إذا حذف ما تضاف إليه ونوي معناه دون لفظه فإنها تبنى حينئذ على الضم نحو لله الأمر من قبل ومن بعد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون لله الأمر من قبل ومن بعد هنا الكلام حول الغلبة لله الأمر من قبل الغلبة ومن بعد الغلبة حذف المضاف إليه ولكنه منوي معناه فقبل بنيت على الضم بعد بنيت على الضم مثل كلمة غير كما قدمنا قبل قليل وقوله أقب من تحت عريض من علي أقب بمعنى ضمور البطن الدقة الدقة في الخاصرة يعني ضعيف نحيف أقب من تحت أي من تحته من تحت جسمه من تحته فهنا قال من تحته المضاف إليه محذوف ولكنه منوي في المعنى عريض من علي القافية هي اللام المكسورة لا يمكن أن نقول من علو هنا قال من علي لأن القافية هكذا فنقول هنا المضاف إليه محذوف وقد نوي لفظه نوي لفظه لا معنى عفوا قد نوي لفظه ومعنى لا يمكن أن ننوي اللفظ بدون المعنى نوي لفظه ومعنى لهذا جاء مكسورا بلا تنوين بلا تنوين وهذا قدمنا قبل قليل بأنه إذا حذف المضاف إليه ونوي لفظه في هذه الحالة يأتي بلا تنوين معربا يأتي معربا بلا تنوين وحكى أبو علي الفارسي ابدأ بذا من أول من أول من أول ثلاثة وجوه حكيت هنا ابدأ بذا من أول إذا قلنا من أول بناء على حذف المضاف إليه ونية لفظه نية لفظه ابدأ بذا من أول أي من أوله من أوله المضاف إليه محذوف ولكنه منوي لفظا فلهذا جاءت هذه الكلمة بالكسر لكم تعرفون حتى غير المنصرف غير المنصرف مثل أحمد مثل مساجد إذا أضيفت ودخل علي حرف الجر فيكون الجر بالكسر في مساجد كم إلى أحمد كم فيكون الجر بالكسر فهنا كذلك أوله هذه كلمة أضيفت فلذا عندما دخلت من جاء مكسورا من أوله وهنا نقول بأن المضاف إليه محذوف إلا أنه منوي لفظا هذا بناء على الكسر من أولي أما أن نقول من أول من أول بناء على حذف المضاف إليه ونية معناه دون لفظه نية معناه دون لفظه من أول هذا الوجه الثاني أما من أول من أول هذا بناء على حذف المضاف إليه وقطع النظر عنه لفظا ومعنا قطع النظر ولكن هذه الكلمة كلمة أول غير منصرف غير منصرف لماذا لأنه فيه علتان الصفة ووزن الفعل الصفة ووزن الفعل طيب دخلت من كيف تعرب الجر بالفتحة الجر بالفتحة بلا تنوين من أول من أول مثل مثلا إلى أحمد إلى أحمد هكذا فإذا ثلاثة وجوه حكاها أبو علي الفارسي ابدأ بذا من أول بضم اللام وفتحها وكسرها فالضم على البناء لنية المضاف إليه معنا والفتح على الإعراب لعدم نية المضاف إليه قطع النظر لفظا ومعنا وإعرابها إعراب ما لا ينصرف للصفة ووزن الفعل لأنها مشتق هذه كلمة مشتقة أول مشتقة على وزن أفعل البعض قالوا بأنه أول بالأصل أو أل أو أل لأنه يجمع على أوائل يجمع على أوائل فهذا بالأصل أو أل وصار للتخفيف أول والكسر على نية المضاف إليه لفظا فقول المصنف في البداية وضم بناء البيت إشارة إلى الحالة الرابعة حذف المضاف إليه ونية معناه وقوله ناويا ما عدما مراده أنك تبنيها على الضم إذا حذفت ما تضاف إليه ونويته معنا لا لفظا فتقول ليس غيره وأشار بقوله وأعرب نصبا إلى الحالة الثالثة وهي ما إذا حذف المضاف إليه ولم ينو لفظه ولا معناه قطع النظر عنه فإنها تكون حينئذ نكرة معربة منونا وقوله نصبا معناه أنها تنصب إذا لم يدخل عليها جار إذا لم يدخل عليها حرف جر فهي منصوبة فإن دخل عليها جرة نحو من قبل ومن بعد ولم يتعرض المصنف للحالتين الباقيتين أعني الأولى والثانية الصورة الأولى الذكر المضاف إليه والصورة الثانية حذفه ونية لفظه لأن حكمها ظاهر معلوم من أول الباب وهو الإعراب وسقوط التنوين كما تقدم في كل ما يفعل بكل مضاف مثلها هذا حكم واضح أنه الاسم المضاف لا ينون لا ينون ويتبع الإعراب يعني عوامل الإعراب فهو معرب إن لم يكن نعم فيه شيء من البناء فهو معرب الاسم معرب وفي حالة الإضافة ممنوع من التنوين هذا واضح فلهذا المصنف لم يذكر هذا الكلام لم يذكر هذا الحكم حكم الحالة الأولى والحالة الثانية وأما الحالة الثالثة والرابعة فتجدها في عبارات المصنف أول ما بدأ في الأبيات الثلاثة بذكر الحالة الرابعة وختم بذكر الحالة حالة حذف المضاف إليه وقطع النظر عنه ماذا قطع النظر عنه لفظا ومعنى أي الحالة الثالثة بترتيب الشارح بترتيب الشارح المصنف ذكر الحالة الثالثة والحالة الرابعة لم يذكر الحالة الأولى والثانية لوضوحهما الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد